اشتركوا في القناة لقرة القدم تلقى تطمينة قوية من الكافة للنظر في ملف الوداد الذي سيعرض على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غذا التلتاء 4 يونيو 2019 بالعاصمة الفرنسية باريز مضيفا كل المؤشرات تصب في مصلحة الوداد الرياضية بالنظر الى قوة النقاط التي ستعرض في ملفه يوم الثلتاء وتابع الاتجاه السائد داخل الكافة هو ان تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فصلة ويرتقبا تقرر لجنة الطوارئ في مصير المباراة وتحسم هذه القضية التي ادخلت الكرة الافريقية متهات واشرت مصادر الصحيفة الى ان الملعب المحايد قد يكون في احدى الدول الخالجية او في فرنسا او الجزائر مضيفا ان المباراة في حال تم اقرارها ستقم من دون جمهور لتفادي اي اعمال شغب ومما يزيد احتمالية اعادة المباراة هو رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا تهنئة الترجي التونسي بفوزه باللقب شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان